بلهجة شديدة قال رئيس الجمهورية أن الدولة تلتزم أن تكون سنة 2022 سنة مراجعة جذرية لكل القوانين النظمة لقطاع الصحة متعاهدا بتنفيذ التوصيات التي خرج بها الملتقى نلتزم معكم ومن خلالكم لكل من ينتمون إلى السلك الطبي وشبه الطبي والأسلاك الأخرى التي تشتغل في المستشفيات أن سنة هذه تكون سنة مراجعة جذرية للوظيف انتاحهم ولمنحهم ما يستحقون تبون ذكر أنه من يريد الاستثمار في بعض المشاكل الصحية أن المنظومة الصحية الجزائرية من أحسن المنظومات في إفريقيا قاطعا بذلك الطريق أمام مثبطي العزائم أننا نتكفل بمطالب الشرعية لكل من ينتمون إلى القطاع هذا وحذر رئيس الجمهورية من الإشعات وخطابات التيئيس التي تحاول بعض الأطراف من خلالها جر البلاد إلى الخراب وبث الشك والريبة في نفس المواطنين متعاهدا بإعادة النظر في مطالب قطاع الصحة نبدو تدريجيا حسب القدرات المالية على البلاد مرحلة لتخلينا نقترب أكثر من أوروبا الغربية إذن عزم الدولة الجزائرية على توفير كل الوسائل للنهوض بقطاع الصحة من أولويات رئيس الجمهورية مع مراجعة جذرية للمنظومة الصحية لتوفير بيئة صحية راقية